في الفيديو ده أنا جمعت لك أكتر من 10 استخدامات عملية مذهلة لنسخة الفوتوشوب بيتا المطعمة بالزكاء الاصطناعي الجديدة نسخة 20-23 النسخة دي بتقدم ميزة ثورية جديدة في عالم التصميم اسمها Generative Fill واللي حرفيا زي ما ناس كتير بتقول هتقعد مصممين كتير في البيت فلو انت مبتدق في الفوتوشوب أو مجال التصميم عموما دي فرصتك لاحتراف المهنة ودخول المجال بقوة حرفيا كل الأمثلة اللي حشرحها في الفيديو ده كانت في الطبيعي ممكن تاخد من أي مصمم محترف ساعات من العمل الشاق لكن دلوقتي عن طريق الزكاء الاصطناعي الفوتوشوب بيقولك أنا هخلصها لك في خمس ثواني بس قبل ما نبدأ عايز أقول لكم ان الفيديو ده أخب مني وقته مبهود كبير علشان يطلع بالصورة دي فياريك ما تبخلوش علينا باللايك والشير والكومنت علشان عرف رؤيكو في المحتوى باستمرار علشان تحصل على النسخة دي من الفوتوشوب هتفتح الكرياتيف كلاود ديسك توب وبعدين هتضغط على أبس وبعدين هتضغط على ميتا أبس وبعدين هتلاقي عندك نسخة الفوتوشوب هنا تقدر ان انت تعمل لها دا واللود ولكن ده طبعا بيتطلب ان انت يكون عندك اشتراك مدفوع في خدمات أدوبي كرياتيف كلاود لو انت كمان مش قادر تحصل على النسخة دي تقدر تجرب نفس الفيتشر بتاعت الأدوبي جينيريتف فيل عن طريق موقع أدوبي فاير فلاي دا كنا عملنا عنه فيديو مفصل قبل كده هاسبه لكو في صندوق الاقتراحات هو الوأبسط استخدام ممكن تستخدمه لخاصية أدوبي جينيريتف فيل الجديدة هي توسيع كدر الصورة ببساطة شديدة أول ما بتفتح الفوتوشوب النسخة البيتا الجديدة بتلاقي عندك الطول برده لو هو متظاهر عندك ممكن تظهره عن طريق ويندو وبعد كده تختار الاختيار ده دي صورة فوتوغرافية عادية أنا عايزة أوسع الكادر بتاعها كله أنا هعمله إن أنا هختار أو هضغط على كيبورد C عشان أطلع الكروب طول وبعد كده هضغط Alt وزود مساحة الصورة من الجنبين وأنا دايس Alt برضو هزود مساحة الصورة بالطول زي ما انت شايفين كده بعدين هضغط Enter بعد كده هختار ال Selection Tool هختار جزء من الصورة وهحاول لنا نسيب جزء خارجي من الصورة علشان الزكاء الاصطناعي يشتغل عليه يبتدي إن هو يكمل الصورة على أساس هذه الأجزاء اللي أنا سيبها له فأنا اخترت الجزء ده من الصورة وبعدين هنا في الطول برده هختار Inverse Selection يعني هعكس ال Selection فأنا لما ضغطت كده على البطن ده اللي انت شايفينه هنا ده فأنا كده مسيلكت الجزء اللي بره الصورة بما فيهم الجزء الإطار اللي بره اللي احنا قلنا لازم نسيبه ده وبعدين هضغط Generative Fill مش هكتب حاجة وأضغط Generative Fill تاني وأشوف هيطلع ليه طبعا زي ما نشايفين دي نتيجة النهائية كبر لي الكادر بتاع الصورة زي ما احنا شايفين كده دي كانت الصورة الأصلية ودي الصورة بعد ما الكادر بتاعها كبر طبعا هو هنا بيديني ثلاث اختيارات يعني لو بصيت على اليمين كده ده الاختيار الأولاني وده الاختيار التاني وده الاختيار التالت طبعا الاختيار التاني هو أحلاهم طيب نفترض بعد كده ان انا عايز اعمل شوية تغييرات على الصورة يعني انا مثلا عايز اعمل بحيرة في الصورة عايز اعمل انعكاس ازاي قدر اعمل انعكاس عن طريق Adobe Generative Fill وبساطة شديدة اختار برضو واختار جزء من الصورة بهذا الشكل وبعدين اضغط على Generative Fill واكتبله يعني بحيرة عايزوا يرسم لي بحيرة في المستطيل او في الجزئية اللي انا عملها دي طبعا كلما الصورة كبرت كلما وقت الرندر اخد وقت اطول شايفيني الحلقة والجمال شايفيني النتيجة النهائية رسم لي او عملي بحيرة بالزكاء الاصطناعي وعامل عليها انعكاس الالعة بالضبط انا لو كنت عملت الكلام ده بنفسي كان اخذ مني ساعات طويلة جدا طبعا كالعادة بيديني ثلاث اختيارات ده الاختيار الثاني مش احسن حاجة وده الاختيار الثالث البحيرة مسفرة شوية طبعا احسن اختيار هو الاختيار رقم واحد دي الصورة النهائية كده نكبرها عشان تبين اكتر حاجة تالتة اقدر اعملها ان انا اقدر اشيل عناصر غير مرغوب فيها من الصورة يعني مثلا عندي عمود النور ده شكله غريب جدا وعمود النور ده عايز اشيلهم اعمل كده ازاي وبساطة شديدة جدا اختارهم وهو هيقوم بالباقي هنشوف مع بعض ده هيتم ازاي من التول بار هختار الاسو او ادوس على ال على كيبورد وبعدين هحاول ان انا اعمل سيليكشن حوالين عمود النور ده والطريقة اللي انتو شايفينها دي مش لازم يبقى لقيق قوي يعني واختار عمود النور التاني بان انا ادوس وبرضو اعمل عليه سيليكشن بقى كده انا مسيليكت عمودين النور اللي انا عايز اشيلهم من الصورة مش هكتب حاجة واقول له جنريت بفيلم وبعدين اقول له جنريت الاختيار طلعهولي العمودين اختفوا تماما وبقاش ليهم اي اثر في الصورة بمنتهى الاحترافية وبمنتهى الشياكة اعمل لي حاجة انا كان ممكن اخد فيها ساعات علشان اخلصها هو خلصها لي برضو لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا ان انا كل جنريت بفيلم هو بيعملها لي في لاير لوحده يعني زي ما انتم شايفين كده كل تغيير انا عملته هو سيفهولي في لاير لوحده على الجنب وكمان سايب للاختيارات عشان اقدر اغيرها في اي وقت لو حبيت خلينا كده برضو عن طريق مميزات الزكاة الاصطناعي في الفوتوشوب خلينا ان احنا نحاول نغير لون السماء نسيلكت السماء بالزكاة الاصطناعي ونغير لونها ازاي ده اول حاجة هحتاج ان انا اعمل ميرج لللايرز دي كلها او ادمجهم مع بعض هدوس على اخر لاير وبعدين شيفت ودوس على اول لاير ودوس رايت كلك وقل له ميرج لايرز خليلي كل اللايرز في صورة واحدة وبعدين من سيلكت هقول له سكاي على شكل اصطناعي هيحاول السماء بس بعد نعملها بالطروة العادية هتاخد بوقته طويل زي ما انت شايفين هو قدر ان هو يعمل سيلكت للسماء بس انا هنا عايزة سيلكتها علشان استخدم الجنريت في فيل علشان اغير السماء دي يعني هقول له مثلا بلاو دي يعني فيها سحب كتير وبعدين اقول له جنريت ويشوف كده النتيجة النهائية حتكون ايه زي ما انت شايفين اداني تلات اختيارات كلهم احلى من بعض يعني ده الاختيار الاولاني وده الاختيار التاني وده الاختيار التالت طبعا لو تلاحظ ان هو عمل الشادوز بتاعة السحب او الزلال بتاعة السحب على الاوباب بتاعة الالعة على صلاح الدين طبعا تغييرات زي كده لو حبيت ان انا اعملها باي طرق عادية هاخد فيها ساعات وعمرها ما هتطلع بالدقة والحلاوة دي احد الحاجات اللي ساعدتني فيها ميزة الجنريتف فيلت جديدة من فوتوشوب ان هي اختصرت علي وقت تصميم الصورة المصغرة باليوتيوب زي ما احنا شايفين التصميم ده قدرت ان انا اصممه في وقت اقل باستخدام الميزة دي خلونا كده مع بعض نحاول نعمل حاجة مشابهة لهذا التصميم ونشوف مع بعض عملناه ازاي طبعا كلنا عارفين ان مقاس الصورة المصغرة في اليوتيوب هي 1280x720 بيكسلز فده فايل جديد اهو هنعمله وحبتدي ان انا اختار الصورة اللي انا هشتغل عليها وليكن مثلا الصورة دي هدرجها كده على الملف الجديد الصورة دي مولدة بالزكاء الاصطناعي ومش معمولة بميت جيرني ولا بليوناردو ان شاء الله هشرح لكم في فيديو جديد ازاي نقدر نعمل حاجة زيها بالزكاء الاصطناعي نرجع للتصميم بتاعنا ولنفترض ان ده التصميم الاساسي انا عايز جنريتف فيل يكملي بقية التصميم ده واعمل عليه برضو شوية تأثيرات تانية تخليه جزاب اكتر هبتدي الاول ان انا ادوس ادر علشان مكان الصورة يتحفظ معي عندي اكتر من طريقة لملء الفراغ ده ممكن ان انا اخد صورة تانية وادمج الصورتين مع بعض عن طريق جنريتف فيل ودي هنشرحه او ممكن ان انا اختار جزء من الصورة وبعاها الجزء الفاضي اللي انا عايز جنريتف فيل تولده لي واكتب هنا مثلا يعني قصر عربي زي ما انت شايفين دي الاختيارات الالدهاني قدر ان هو يكمل بقية الصورة بناء على جزئية من الصورة دي طريقة الطريقة التانية ان انا ممكن ادمج صورتين مع بعض انا هاخد اللير ده كده وادليته واجيب صورة تانية كده مثلا وليكن مثلا الصورة دي اللي انا عايز اعمله ان انا عايز ادمج الصورتين دول مع بعض عايز جنريتف فيل تدمج لي الصورتين دول مع بعض اعمل كده ازاي الاول هدوس انتر هختار سلكشن طول عادي جدا وبعدين هاختار الصورة دي كده وحاول لان انا اسيب جزء منها من بره وبعدين هدوس عشان اد للسلكشن وعمل نفس الكلام في الصورة التانية هاختار الصورة كده وحاول لان انا اسيب جزء من بره عشان الذكاء الاصطناعي يعرف يشتغل عليه يبقى انا كده مسلكت الجزئتين دول هدوس على الزرار ده عشان يهكس السلكشن يبقى انا كده مسلجت الجزئين اللي حوالين الصورة مش هعمل حاجة واقوله جنريتف فيل واشوف كده الجمال اللي حيطلعهولي زي ما انتم شايفين اداني ثلاث اختيارات ده اول اختيار منهم ده تاني اختيار بصوا ده مجمع بين الصوتين ازاي كأن الصورة مبارعا خلفية لأصر واحد حاجة طبعا في منطق الجمال دي طبعا اوحش واحدة دي احسن واحدة فيه طيب نفترض ان انا عايز ارسم تعبان حوالين المنطقة دي كده زي ما انا عامل في التصميم الاساسي اعمل ده ازاي اختار من هنا الاسو طول او ادوس حرف ال على كيبورد حاول ان انا ارسم مكان التعبان بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده طبعا كل ما رسمته بشكل لقيق اكتر كل ما اداني نتائج افضل انا كده عملت سيليكشن علشان التعبان يبقى راسه الناحية دي واجه على الجنريتف فيل هنا كده واقول له سنيك او تعبان طبعا دي الاختيارات اللي الديهاني اول واحد طبعا ده لقى تاني واحد يعني اول لطيف زي ما انت شايفين التعبان عامل التعبان الضل بتاع التعبان على الرأس شايفين دقيق ازاي يعني بيراعي الشادوز والضوء ده برضو الاختيار التالت مش بطال بس كده دي التغييرات اللي نقدر نعملها في الصورة ممكن نعمل تغييرات في المكياج نفسه في الوش نفسه يعني مثلا العنوين عايزة خليها زرقة اعمل ده ازاي برضو باللاسطول هحاول ان انا اختار اعمل دايرتين حوالين العين بالمنظر ده كده طبعا مش دقيقة قوي هدوش shift عشان اختار العين التانية واكتب له مثلا black bright blue eyes يعني عينين زرق بتلمع نشوف كده هيطلع لنا ايه دي التالت اختيارات اللي الديهاني طبعا مش دقيقة قوي لان السيليكشن بتاعي مش دقيق بس لو من بعيد كده حتبان ان هي برضو ايه شكلها قلطف شوية ممكن كمان عن طريق نفس الاداة ان انا غير ملامح الوش تماما ايه خلونا بس الاول نعمل merge the layers ايه ممكن اجي هنا برضو باختار lasso tool بعد ان هختار البوء ده مثلا كده من بعيد خالص حاجة اقول له مثلا هنا sad عزينة طبعا فيه ناس بتحاول ان هي تقارن ما بين generative fill و mid journey او ليوناردو ده له استخدام وده له استخدام يعني زي ما انت شايفين الفوتوشوب بارع اكتر في ان هو يقدر ان هو يكمل لي الصور او يعدل لي على الصور بينما mid journey او ليوناردو او اي حاجة تانية شبيهة بهم انت بتكتب اللي في خيالك وهو بيحاول يرسمه لك لكن انت مبتقدرش في الاخر انك تعدل عليه نرجع للتصميم بتاعنا لو احنا فيه جزئية من الصور عايزين نشيلها ممكن نستخدم removal tool او ندوس على حرف G على keyboard هنبتقدر ان احنا نسيلكت الجزئية اللي احنا عايزين نشيلها من الصور اول ما نشيل ايدنا من عماوس هيبتقدر ان هو يشيل الجزئية من الصورة بمنتهى سول خلصت انا كده خلاص التصميم بتاعي لو هو جاهز اقدر ان انا احط عليه التكست طبعا علشان وقت الفيديو هناخد التكست من هنا كده ندراجه هنا المنظر اللي انتو شايفينه ده ده المنظر النهائي للتصميم بتاعي لو احنا شفناه بشكل اكبر شوية قبل ما نسيب الفايل ده خالص حاب ان انا وريكم ميزة جديدة تماما في النسخة دي من الفوتوشوب اللي هي البانل دي adjustments دي عن طريقها بتقدر انك انت تغير في الوان الصورة او تعمل تصحيح للالوان الصورة automatic يعني مثلا لو احنا اخترنا من creative d اخترنا color pop دي زي ما انتو شايفين الالوان بقت نطقة ازاي لو شينا البانل دي كده ده الفرق ما بين تغيير الالوان طبعا هو دلوقتي بيعملها لك automatic لو انت مالكش في موضوع تصحيح الالوان والكلام ده من افضل وامتع مميزات في نسخة الفوتوشوب الجديدة هي انك بقيت تقدر تشيل الاشخاص من الصورة بمنتهى سهولة عن طريق الزكاء الاصطناعي يعني مثلا احنا في الصورة دي عايزين نشيل الشاب اللي هو على الشمال خالص منتهى البساطة اختر اللاسو تول وبعدين هعمل selection حواليه من بعيد بس مش اكتر ولا اقل زي ما احنا شايفين كده وهنا كمان ممكن اعمل selection على الشعر مفيش مشكلة ممكن انزل كده وابعد عن اليد دي والف كده لحد ان نوصل للاخر خالص زي ما احنا شايفين ومنتهى سهولة وبعدين هقول له generate fill و generate ونشوف مع بعض النتيجة النهائية زي ما انت شايفين اختفى من الصورة تماما حتى الايد اللي على الشعر اختفت تماما لو احنا بصينا في ال options التانية هنلاقي ان ده افضل option تالت واحد افضل اختيار لينا هتيجي تقولي طب ما انت اخترت السهل طب خلينا نختار واحد تاني صعب اللي على يمين خلص اللابس اسود برضو بالlast وطول هعمل حوالي selection من بعيد خالص selection كروكي جدا زي ما احنا شايفين كده بتلي ان انا امشي حوالي الايد واكمل وامشي حوالي الصباح ممكن ايدي كمان اشيلها ممكن امشي شوية فوق راس الراجل ده فيش اي مشكلة خالص وعدين امشي من فوق كده نفس الكلام هقول له generated film وبعد كده generated وفي النتيجة النهائية اللي هتطلع لي عاملة ازاي زي ما انت شايفين اختفى من الصورة تماما تماما بمنتهى السهولة دول الثلاث اختيارات ممكن افضل واحد فيهم هو الاختيار الثالث احنا كان عندنا في الصور في الاول خمس اشخاص قدرنا ان احنا نشيل واحد واثنين اتفضل لنا ثلاث اشخاص بمنتهى السهولة وفي خمس ثواني يبقى الفوتوشوب هيقعد المصممين في البيت ولا لا ردوا انتوا بقى علي وقولولي في التعليقات ازا كان ده فعلا هيحصل ولا لا يفترض ان انا عندي صورة زي دي وعايز اشيل الخلفية بتاعتها بشكل احترافي وكمان عايز اغير الخلفية اللي قدامي دي لخلفية شاطئ راملي كل اللي انا هعمله ان انا هدوس على الزرار ده select subject وده اللي بيعمله ان هو بيختار اكتر عنصر ظاهر في الصورة فبدون اي مجهود اختار لي الراجل اللي نايم على الحشيش بعد كده هدوس على البطل بتاع invert selection او control shift i زي ما احنا متعودين وبعدين اقول له generate fill واقول له sand beach واقول له generate واشوف كده النتيجة اللي حيطلعها طبعا روعة الروعة هو مش بس شال الخلفية خطيلي صورة خلفية شاطئ راملي لا ده كمان عدل الزلال والدوق بتاعت الصورة بحيث يبان ان الراجل نايم او غارس في الرامل فعلا تعالوا كده نشوف الاختيارات اللي هم الديهاني ده تاني اختيار جميل جدا برضو ال shadows واضحة فيه اكتر زي ما احنا شايفين كده وده الاختيار الثالث طبعا كلهم احلى من بعض انا هنا اقدر تغير الخلفية في اقل كمان من خمس سوان احد الاستخدامات الاخرى لخصية generative fill في الفوتوشوب اللي هتوفر عليك وقت كتير في الدزاين والتصميم هي انك ممكن تغير الملابس او الاوتفيت بتاعت اي صورة او بتاعت اي شخص في اي صورة ازاي الكلام ده انا هنا صورة اللي بيومي فؤاد طبعا الممثل الشهير هاخد copy من اللاير ده كده وبعدين اديليت ال background layer وبعدين ادوس C عشان اشغل crop tool وبعدين هطول الصورة شوية كده زي ما احنا شايفين وبعدين ادوس enter هاختار rectangle selection tool العادية جدا وبعدين هاختار جزء من الصورة وبعدين اكمل select الحد اخر الصورة وبعدين اقول له generate fill وبعدين generate ومفروض ان هو automatic هيكمل بقية الصورة زي ما احنا شايفين عملها بمنتهى سهولة بدون اي مشاكل واداني ثلاث اختيارات وده ثاني اختيار وده ثلاث اختيار ممكن نختار ثلاث اختيار ده لانه شيك شوية لو انا بقى عايز اغير البدلة دي واخليها بدلة بيضة مثلا حاجة تانية خالص اعمل ايه اختار ال last tool احاول ان اختار او اعمل selection حوالين اللبس اللي هو already لابسه برضو من بعيد selection crookie تماما فيش اي مشكلة طبعا باز مني شوية لكن ايه عشان احنا مستعجلين شوية ونكمل لحد الاخر بعدين هاختار generate fill بعدين هنا اقول له white suit او بدلة بيضة اقول له generate شوف كده هيطلع لي ايه زي ما انت شايفين دي الثلاث الاختيارات من الدهاني يعني يمكن ده احسن واحد فيهم لو حابب كمان ان انا اضيف له شعر بونته البساطة اقدر ان انا اسلكت كده الجزئية اللي حوالين دماغه دي بمنظر اللي انت شايفينه ده بهذا الشكل وادوس generate fill واقول له hair شعر عشان يضيف شعر زي ما انت شايفين دي اللي اختياراته للدهاني ده اول واحد ده داني واحد ده دلت واحد كان فيه اختيارات تانية قبل كده مثلا ممكن اخد ده ده افضل واحد بحركة برضو لطيفة تانية ممكن انك انت اتغير بقى اللبس ده خالص كده لبس كوميدي مثلا يعني لو انت عايز تهزر مع اصحابك مثلا يعني انا مثلا كدت مسايف السليكشن هنا هاختاره داني كده هدوس control وبعدين هدوس على selection واجيب layers داني عايز مثلا اقول له لبس ممرضة لبس ممرضة سيدة lady nurse wear خلينا كمان نغيرها ونخليها pink مشان يبقى لونه pink طبعا عندي حاجة على سبيل الدعاء بقى وعن زي ما انت شايفين جيل الاختيارات يعني شكله ممرض هندي يعني دي لطيفة شوية بس هو قالب على هندي شوية او هندية طبعا عن انا هنا وسعت كدر الصورة بنفس الطريقة اللي شرفناها في اول الفيديو موضوع ممتع الصراحة فانا عملت اكتر من زي تاني يعني زي ما احنا شايفين هنا مثلا ده زي سكوتلندي وهنا قلت له ارسم زي فرعوني ما عملوش فرعوني اوي يعني هنا قلت له ارسم زي عربي هنا قلت له اعمله مهندس كل ده ما بيخدش ثواني عشان يتعمل قلت برضو بنفس الطريقة ان انا اعمل ديزاين بالكامل يعني زي ما انت شايفين كده انا هنا ابتديت بصورة بيوم فؤاد وهي برضو كانت نص بس كملت انا الجسم كله وبعد كده ابتديت عملت الغرفة اللي انتوا شايفانها دي قلت له امتي وايت روم وبعد كده عطينا سجادة على الغرفة قلت له سجادة فخمة وبعد كده اضفت لوحة على الحيطة قلت له بايفانجوخ وبعدين ضيفنا ليفنج روم زي ما انت شايفين كده كتبنا له comfortable living room وبعدين ضيفنا نجفه وضفنا اولاد قاعدين وبعدين ضيفنا كلب نايم وبعدين ضيفنا تيكست زي ما احنا شايفين كده اقدر كمان ان انا وسع الصورة اكثر من كده لو حابب التاسي مثلاnder عشان افتح Cathy Tool اوسع كدر الصورة شوية بعدين اضع Enter وبعدين اختار بزء الصورة كده زي ما احنا شايفين عشان يكمل لي بقية الصورة الجزء ده مثلا ممكن اقول له ريت فراري يعني عربية فراري عمرة واقول له جنريت ونشوف هيطلع لنا ايه كده زي ما انتم شايفين دي الصورة اللي طلعت لي النهائية طبعا هي مش فراري قوي ولكن يتفي بالغرض يعني زي ما انتم شايفين عملنا ديزاين بالكامل لبروشور كامل العرض بتاعه كبير جدا ممكن ان انا قدر ان انا اكبره تاني لتحت او بالعرض او لفوق زي ما انا عايز باختصار التول دي تقدر تعمل لك حاجات كتير جدا مفيدة وتوفر عليك وقت كتير جدا في الدزاين تقولي في الكومنت ايه اكتر طريقة في الفيديو ده عجبتكم واستفدتم منها ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك والشير والكومنت لان الفيديو ده زي ما قلتلكم اخد وقت كبير جدا عشان احضره لكم علشان اجمع لكم فيه كل الاستخدامات الممكنة لهذه الاداة الرائعة اتمنى تكونوا واستفدتم الفيديو واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله